إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ونشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على المصل البيضاء الليل والنهار فيها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك أو من كان في ضلال مبين أما بعد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال مكس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عشر سنين يتبع الناس قال في مجا وعكاز ومواسم منه يعني زي الأيام دي نبي صلى الله عليه وسلم كان كد بعثه الله سبحانه وتعالى رسوله وأمروا بتبلغ هذه الدعوة يا أيها المدسر قم فأنزر قال مكة عشر سنين ها يتبع الناس مجا دسوق وعكاز دسوق وأيام الحج الأيام دي لكن يتبعهم ويمشي لهم في مكانهم ليه قال فيقول من يؤويني ومن ينصرني كي أبلغ رسالة الله وله الجنة هل بيقدر يحمينيه وبقيف معاي ها أشان أنا دار أبلغ رسالات الله ويصبر وكمان ليه الجنة ها سبحان الله لأن العرب عندما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الرجل من اليمن فيقول لصاحبي إياك وفتى قريش أن يضلك يجي واحد من اليمن يقول ماشي الحج صاحبه يقول له فواحد هناك بضلك أعمل حسابك ها شان كده ناس كتير حذروا من الحلغات دي حلغات العلمية الفيها تبليغ رسالات الله عز وجل ونشر التوحيد ونشر الدعوة الأنبياء ودعوة الرسل ودعوة الأولياء والصالحين يحذرك منه زي ما حذروا من دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل ها نفسي الحاصلة الليلة الآن ها أمسك شوف ربنا جعل لنا غدوات في الدعوة دي ما على كيفنا غدوات الليلة الآن ربنا قال سبحانه وتعالى لغد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة ما لهم دي ليه أسوتنا تعالي شوف ها ربنا نص لك كانت دعوتهم كيف دعوة إبراهيم بتلقاه ها اسقالوا لقومهم إنا براء منكم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله اتبرانا منكم ليه لأنه انتم تعبدوا من دون الله كفرنا بكم كفرنا بعبادتكم البتعبدوا للآلهة الباطلة كفرنا بكم وتاني وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا لبتين حتى تؤمنوا بالله وحده ها زول بيعبد غير الله ها دا عدو ها ما في شي بقربنا له لأن المسلم أخو المسلم ما في مسلم أخو الكافر ولا أخو المشرك لا نبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم ودي الأسوة الحسنة دار أسوتك شوف انت دعوتك اللي يتدعو لها الناس انت غضوتك منوه وأسوتك منوه ها متأسبة من انت والدعوة اللي عندك دعوة منوه دعوة ناس سارتي حارتي ما هو الفجل ما هو البنبي دعوة زي دي مع حق ولا نزلت من فوق ها دي دعوة شوف مكانه وين والله بيسألك منها جبتها من وين ناس سار الليل للقرض وقرش لالوب وفرش دي لا في البخاري لا في الغرآن ولا في الإنجيل ذاته ده واحد قام من نومه حلمتها ما لك في شنوه يا قبل هتدول قصيدة دي وجايبة لينها ها أشان كده يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب وانتو عارفين سيرة عمر بن الخطاب الرجل الثاني أه في الترتيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني أوله ما ببكر الصديق تاني طوالي عمر بن الخطاب أه في الأمة دي يا أخي عمر بن الخطاب كما رأى رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمر لابس لابس رداء لما انجاري أه قال بما أولته يا رسول الله قال بالإيمان إيمان زايد لما انكاري وبعد النبي صلى الله عليه وسلم رأو شايل لورقة سألوا قال لبتقرفي شنو يا عمر قال لصحيفة من التوراة أه خلاو يقرأ شان كده وكد يولقوك تقرفي سارة الليل للقرق وقرش لا لوب وفرش أو يا زول بننكر عليك ما نخليك لأنه دا ما جاء أه دا دين الله ما بيقبلو ما بيقبلو مع النبي عليه الصلاة والسلام ربنا نزل دين ربنا برضاو دين كتاب آه حديث آية أسر كده عشان كده قال له ماذا يا عمر قال صحيفة من التوراة قال له ألقيها يا عمر آه أسل لو جيتب وكد بلغهم دين النبي صلى الله عليه وسلم آه كان ماذا يفعل يا أخي اشتد غضبه عشان بيقر في صحيفة من التوراة والتوراة دا نزل لمنه تقال كتبوه هنا بيجاي آه كتبوه الغوم ولا كتبوه من منامات التوراة دا نازل من عند الله سبحانه وتعالى ولكن ربنا ما يقبلو مع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا نسخه ربنا قال ومن يبتغي غير الإسلام دين فلا يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين ربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين الإسلام بس دين فهمت شان كده النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة ما سمع بي الشرط السمع سمعت بالإسلام ما سمع بي يهوديا ولا نصراني وما يؤمن بما جئت به إلا حقا على الله أن يكبه في النار تسمع بالإسلام وماذا تسلم يا نصراني ويا يهودي ويا مجوسي وينبتاري والجماعة ناس السلسلة ويا زول دين ما بينفع ناس أملانا محبة ورشة نرش تلقى ليل كله شغال كده وقايل نفسه بيقرى في قرآن ولا بيذاكر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أملانا محبة ورشة نرش صلوا عليه أصلي على شنو هنا سار الليل للقرد وقرش لالوب وفرش اسم الحبوب اسم الأغبش عند حصانة ما بتفتش تلقى ينطفك لا إله إلا الله محمد رسول الله ما علاغة لا إله إلا الله باللالوب والقرد ماس عشرة آلاف بارك في محايا وعشرة آلاف ماسك كوبايا وعشرة آلاف دارين العشرة آلاف ديل يقرأ السنة يقرأ صيحة البخاري عشرة آلاف حافظين سنن ابن ماجا عشرة آلاف يكونوا حافظين تفسير ابن كثير عشرة آلاف يكون حافظين تفسير كده الطبري كده مش عشرة آلاف ماسك الليين محايا وداك ماسك كوبايا نسوا بهم شنو أه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال وكد رأى عمر عمر رضي الله عنه ماسك الصحيفة من التورا قال لي واجدع يا عمر ألقيها يا عمر قال لي و ولو كان موسى مش التوراة لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يدبع عنه موسى عليه السلام لو موجود أه يدبع منه يدبع الغم يأتو غم ناس اللالوبة ولا ناس المحايات ولا ناس الحجبات ولا ناس الحوليات يمشي وين ولا ناس القباب يمشي وين موسى عليه السلام يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أه لأن ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يا حبيبكم الله يتحب الله أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تتبع ليك واحد يا مرجوك من هنا في قبة تعمل ليك عشر شوط وتجي راجع أه يا زول ديت تمشيت أشركت بالله وجيت راجع أه فهمت عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزل موسى بن عمران أه وتبعتموه وتركتموني ضللتم كلام ده بكلم في منو مش في الأمة كلها الكلام ده لينا نحن برانا يا أخوان أه الكلام ده نمنو الكلام ده للأمة كلها يا أخوان والأمة الموجودة كلها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام ده ليها للغوم ولا ناس القرط والجماعة ديل كلهم أه ناس للصابقية وناس السريب الحيل ولا ناس حمال الحمايل جماعة ديل ها أيامات ده مرتاحين طبعا أقاعدين نجيب شغالتهم دي لحد ده ما نلقى طريقة نتنفس ومشي شدوا شيلتكم في متى بدا أصبر بس أمهل أدي أخلي بس نتنفس شوية ها أيام بس والشغل دي تنفتحي الله ما نخلي ليك صباحة نوم حاليا تنقلب جاي آية تنقلب جاي حديث تنقلب جاي ما نخليك خليك كيف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نزل لو نزل موسى بن عمران وتبعتموه وتركتموني ضللت فأنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأمبياء من الرسل ها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبأ ها كده بس وتعص الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من المحايات وحذر حذر من شنو من البدع وحذر من الحجبات وحذر من بناء المغابر وحذر من تشهيد القبر وحذر من الطرق وحذر من دي كله نبي عليه الصلاة والسلام لكن من الدائر يسمع كلام رسول الله دائر يسمع كلام شيخه بس تد دي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل حيطة دي يقول لك ده كلام وهابية ها تد دي كلام الله آيات أسف الدعاء من المأصوفي زادة بتلقاه حافظ شنو حافظ القرآن عن ظهر قلب تمر عليه آيات الدعاء دي كله وبعد دا في المسجد جوا تلقي نادي غير الله يسأل غير الله عز وجل والحافظ ده شنو شايل يسأل زيد جريد ما فيه يا ما يعمل به عطلوا القرآن شان كده يا أخوان الناس اتغل لعز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصانا قال تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لم تضلوا بعد قال ليك ماذا يرتضل أي الأمرين اتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد بعد ذلك وصى قال فعضوا عليها بالنواجز لأنه تمسك قوي تمسكوا بها وعضوا عليها لأنه بيجي واحد بجرك ببيت شعر تكما ماسك في الكتاب والسنة الجماعة ديل ما عندهم شعر بلس بيجيك ببيت شعر يلاك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال ومنهم مجاهر ومنهم عليم بالغيب ظاهر باطن دبضل لك ببيت شعر كما عندك كتاب والسنة ترد به والباطل بتاعه ده خلاص يحليلك تقابل الله ببيت شعر وإنت ما طبقت الكتاب ولا السنة إنا لله وإنا إليه راجعون شان كده يا أخواننا الناس تتق الله عز وجل وترجع لكتاب الله وكتاب الله وأنا أقدم من بعد هذا وصلى الله على محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم أخونا محدي